اشتركوا في القناة اخواني متابعة لموضوع كيف تأخذ بيانات المحركات اليوم بدنا نتكلم عن كيف نأخذ بيانات ترمبة ماء واحد فاز نوع بدرولو قوة واحد احصان بالتفصيل بشكل دقيق على اساس ان نتعلم كيف نأخذ بيانات هاي المحركات او هاي الترمبات على اساس انه بيجينا منها كثير ونشتغلها كثير فلازم احنا نعرف بياناتها بشكل دقيق طبعا الان هاي لانها لف اصلي انا حبيت اني اصور عليها على اساس انه انا اعطيكم اخر الفيديو بياناتها الاصلية مع قياسات الحديد ان شاء الله طيب في البداية احنا بعد ما نفكها ونأخذ الشتيتور الان بنلاحظ مثلا انه المكثف الموجود عليها هو مكثف قيمة 20 ميكرو فرد طبعا المعلومات كلها بنسجلها احنا عنا على الدفتر انا ما بدي اسجل حاليا لانه انا حافظها عن غيب هاي الترمبات لكن انت سجل عندك البيانات وسجل عندك معلومات اللوحة وقياساتك وسجل قيمة المكثف اللي هو 20 ميكرو فرد اه ونبدأ ان شاء الله ناخذ البيانات الان بنسحب المكثف لو بتلاحظوا هاي القطع السودة هاي القطع السودة اكيد يعني كلكم بتعرفوها من الداخل من داخلها من تحت من هون من داخلها من تحت من هون بتكون واصلة الطرف هذا اللي هو طرف التشغيل والمكثف مع خط الكهرباء الازرق هذا مع خط الكهرباء الازرق هذا الان بورديكم اياها انا فالان لما احنا نفكها بدنا ننتبه انه نعرف الوان الاسلاك الموجودة عليها على اساس انه احنا اذا بدك ترجع نفس اللون او بدك ترجع نفس الاسلاك انا بفضل صراحة اذا كانت الاسلاك جيدة انك ترجحها لانه هاي اسلاك حرارية ممتازة اذا انت عندك اسلاك حرارية اه حط اسلاك حرارية من عندك لكن ما تحط اسلاك بلاستيك يعني اذا انت عندك اسلاك بلاستيك وما عندك اسلاك حرارية انا بفضل اترجع الاسلاك الاصلية تبعت المحرك تبعت الترومبا اما اذا عندك اسلاك حللية خلاص ما في مشكلة فاذا بدك ترجع انت نفس الالوان بتلاحظ انه هاي الجهة اللي هي اللي لونه احمر خلينا نحكي وهنا لونه ابيض الان هاي اللي لونه احمر هو اللي واصل مع خط الكهرباء اذا هذا الاحمر هو التشغيل اذا الاحمر هو التشغيل والابيض هو التقويم الان بنفك الخط المشترك اللي هو الاسود لاحظوا موصول من تحت مع النقطة اللي هي عليها سلك الكهرباء البني اللي لونه بني بنسحبها ومنسحب اسلاك الكهرباء لاحظوا الان هاي هي القطعة الصودا اكيد كلكم تعرفوها لاحظوا هون من الداخل من جوة من جوة بعرفش اذا واضحة هاي هون ها هون بيجي خط الاحمر مع المكثف اللي هو خط التشغيل لاحظوا واصل هايها القطعة واصل الى خط الكهرباء اللي موجود هون اللي هو الازرق اذا هذا الخط بيجي عليه تشغيل ومكثف وواصل معاهم خط كهرباء وخط الثاني الكهرباء بيكون ماخذ خط طرف الكومون اللي هو موصول معا من هون بهاي الجهة بهاي القطعة طيب الآن احنا عرفنا قبل ما نفك يعني عن طريق القطعة السودة هاي فهمنا انه الاسود هو المشترك والاحمر هو التشغيل والابيض هو التقويم يعني فهمنا قبل ما نفك وعرفنا الوان الاسلاك اشي احنا عشان نتأكد طبعا من فك الخيط شوي شوي بالمشرط يعني بنفكهم شوي شوي بنحاول نقطع الخيط ونضق عليه شوي ونحاول نسحب الاسلاك من الخارج لاحظوا الان الخط الاسود الخط الاسود خط المشترك لاحظوا انه موصول مع ابرلود الابرلود موجود بين ملفات النحاس الان برفعه بنشوفه نرفع الاسلاك بهذا الشكل لاحظوا منسحبه هذا هو هذا هو خط الابرلود الابرلود الحراري هذا ابرلود حراري موصول على خط المشترك التخويم دائما يعني خلينا نحكي 90% اذا مش اكثر من المحركات اللي بكون الطرف اللي بكون موصول عليه الابرلود الحراري بكونه خط المشترك على اساس انه لما نترتفع حرارة المحرك يفصل الكهرباء عن خط المشترك وبالتالي يفصل الكهرباء عن المحرك الان بنسحب الاسلاك لاحظوا اي دليل انه كمان هذا انه مشترك لاحظوا عليه طرفين طرف جاي من التقويم وطرف جاي من التشغيل هذا للتشغيل وهذا للتقويم وبعدين انتوا لاحظوا انه هنا في السلك أسمك من سلك يعني سلك قطره أكبر من سلك فاذا هذا عليه تشغيل وتقويم اذا هذا خط المشترك عليه خطين واحد من التقويم واحد من التشغيل ونخليهم عجانب عشان نجيسهم طبعا الآن بنرجع هذه الملف رجعنا مكانه لاحظوا الخط الأبيض خارج من ملف التقويم اللي من الداخل إذن هذا خط الأبيض هو تقويم بنقصه ولاحظوا الأحمر لو تلاحظوا مطلعينه من جوا من هون لكن لاحظوا أنه جاي من تحت ملف التقويم من المجموعة هاي اللي هي للتشغيل فإذن هذا خط التشغيل وبعدين أنت من سماك التسلك يعني دائما دائما ملفات التشغيل هي السلك الأكبر اللي سمكه أكبر دائما في محركات الواحد فاز التشغيل هو السلك السماكته أكبر على أساس أنه هو اللي بيحمل الحمل فلازم يكون سماكته أكبر من سماكة التقويم الآن إحنا هيك تقريبا طلعنا البيانات ما عنا إشي ثاني عرفنا الكمون وعرفنا التشغيل والتقويم الآن بنقيس الأسلاك من هنا من على رأس الأسلاك وأنا بفضل زي ما بحكي دائما إنه إحنا نقيس نحرق السلك وبعدين نقيس نحرق السلك وبعدين نقيس أفضل لأنه القياس المكتوب على البكرة طبعا هو القياس بدون عازل قياس بدون عازل فإحنا لازم نحرق العازل الموجود على السلك وبعدين نقيس السلك زي ما رح أورجيكم طبعا إحنا الحرق رح يكون يعني فيه شباب سألوني إنه أنا بحرق وبظل أوساخ بظل كذا فبطلع معاي القياس مش مزبوط لاحظوا أنا بدي أورجيكم كيف نحرقه نحرقه حتى يصير لونه أحمر ما يذوب لكن يصير لونه أحمر بهذا الشكل ممكن تحرقه بالبوري بنار خفيفة لكن لاحظوا لما يصير لونه أحمر بنوقف وبعدين منخليها كيف يبرد ثواني بعدين منمسحه بصبعنا بهذا الشكل على أساس إنه ننظف الأوساخ الموجودة على السلك على أساس يبقى فقط إنحاس بدون أي وسخ عشان يكون القياس دقيق والآن منقيس بنحرق سلك التشغيل زي ما حكينا يصير لونه أحمر ما يذوب لكن يصير لونه أحمر طبعا هذا سلك سميك شوي فراح يأخذ معي وقت أكثر في الحرك بنتظر عليه شوي عشان ما أحرق إيدي بعدين بمسحه زي ما أنتم شايفين بهذا الشكل على أساس إني أنظف الوسخ ويظهر معاي سلك النحاس فقط بدون أي وساخ ونجيب الميكرو میتر الآن ونقيس طبعا أحيانا ملاحظة بس أحيانا ما يكون السلك مثني متعوج في ضربة في كذا بنحاول نقيس في مكان يعني كويس ما عليه ضربة ما عليه طاجي ما عليه كذا على أساس إنه يكون القياس معانا دقيق ننتبه لهذا الأمر طبعا الآن القياس خمسة ونص دي زيم خمسة ونص دي زيم لاحظوا هون على الصفر ما عارف شو ده واضح هون على الصفر وبعد الصفر الخط جاي على رقم خمسة إذن معناه إنه خمسة ونص دي زيم هذا سلك التقويم والتشغيل جاي على الثلاثين يعني يعني سلك ثماني دي زيم الميكروميتر منلف ولف كامله هي هيك الميكروميتر مسفر منلف ولف كامله منرجه على الصفر هيك خمسة دي زيم وبعدين نفتح كمان لغاية ما يوصل السلك الآن وصل السلك ومنشد عليه شدة خفيفة بإيدنا ما نشد شدة كبيرة شدة خفيفة الآن وقف على الثلاثين إذن ثلاثين وخمسين ثمانين مايكرو يعني ثمانية دي زيم يعني ثمانية دي زيم إذن أنا عندي التشغيل ثمانية دي زيم والتقويم خمسة ونص دي زيم طبعا هذا كله بنسجلوا الكلام الآن بدنا نقطع ونأخذ العدد خلونا نقطع وارجع لكم أنا إن شاء الله طبعا الآن فكيت الأسلاك وعديتهم هاي أسلاك التشغيل وهي أسلاك التقويم عديتهم طبعا العدد أنا نقطع لفة بخطوة عشر ونص دي fusان بخطوة حتى أشاهدnak ومشاهدت خمس ونص ديزيم زي ما شفنا والتشغيل بخطوة واحد ستة واحد ثمانية واحد عشر ونص ديزيم وتجمع لفة وقد أشاهدت كثمانية دي زيم والعتد كان ثلاثين لفة وواحدة كانت ثلاثين لفة لدينا عشرات الترمبات في هذه البيانات والحمد لله لا يوجد اي مشاكل سامحوني انا مريض قليلا ممكن الصوت عندي تعبان المهم احنا الان اخذنا البيانات بالكامل والحمد لله رب العالمين دعوني اعطيكم القياسات الحديث نجد كليبر ونقص على البوبين مثلا مثلا كما ترون ما في هذا الشكل اذا سننقص على البوبين نجد الكليبر يتحرك ولا نشده على الآخر يعني اللي يثبت لانه دايما البوبين اقلب شيء بسيط من قطر ستوتر على اساس انه يدور جواته وما يصير في مشاكل فانت بدك تاخذ عليه او بدك تاخذ قياس على البوبين انت متعود نفسه ما بعرف زي ما بدك المهمش يعني انا بحب اخلي هيك شوي خفيف خمسة ونص تقريبا خمسة ونص ناخد طول الحديد برضه من البوبين كمان خمسة ونص وهي تقريبا ثمانة ونص يعني قطر ثمانة ونص طول المجرى خمسة ونص وطول المجرى ثمانة ونص زي ما انتم شايفين متأكد هون تقريبا خمسة واربعة بالعشرة طلع معي هون حكيت لكم انا البوبين اكبر شوي خمسة واربعة بالعشرة اما الطول طول واحد يعني اذا طول هي كمان برضه يعني ثمانة واربعة بالعشرة او ثمانة ونص تقريبا يعني بهذا الشكل ثمانة ونص سانتي طول المجرى وقطر والقطر خمسة ونص زي ما حكينا خمسة ونص سانتي او خمسة واربعة بالعشرة سانتي او خمسة ونص سانتي ما بتفرق يعني واحد بالعشرة ما بفرق في القياسات هاي هي هي طبعا بيانات اصلية زي ما حكينا اللف اصلي لف شركة هاي هي البيانات الاصلية ان شاء الله وهاي هي طريقة الاخذ البيانات لكن في ملاحظة بس انا نسيت احكيها باول فيديو انا باخذ في البيانات بالنسب الاسلاك فلونا اجيب الاسلاك بس هاي ملاحظة مهمة احنا انسيت انا احكيها طبعا احنا بنشوف الاسلاك التوصيل توالي او توازي ضروري جدا احنا بنشوف السلك مثلا التقويم وسلك التشغيل هذا سلك التشغيل حكينا بنشوف عليه سلك واحد جاي من مجموعة واحدة كان جاي من مجموعة واحدة اذا التوصيل توالي وهذا مجموعات متجاورة اذا نهاية في نهاية اذا كان جاي على السلك اللي خارج برا ملحوم عليه سلكين كل سلك من مجموعة اذا بكون التوصيل توازي اما اذا كان عليه سلك او سلكين بس لكنهم من نفس المجموعة من نفس المجموعة بكون التوصيل توالي وانا عندي هنا من نفس المجموعة للتشغيل والتقويم من نفس المجموعة كانوا طالعين فاذا التوصيل توالي توالي يعني نهاية في نهاية هاي المعلومة مهمة جدا انسيت انا احكيها بالفيديو وهاي هي ان شاء الله انكم تستفيدوا منها وخلوا البيانات عندكم تستفيدوا منها ان شاء الله لترمبا بدرولو ايطالي واحد احصان ترمبا بدرولو ايطالي واحد احصان وهي شكلها تقريبا طبعا فراش عريضة فراش كبيرة مش فراش صغيرة هاي هي الترمبا هاي كمان واحدة زيها كمان هاي هي ترومبا طبعا هذا الموديل الجديد الغطاية هنا بتختلف وموديل القديم نفس العدد هو الجديد والقديم نفس العدد هاي هي ترومبا بدرولو إيطالي وإن شاء الله أنكم تستفيدوا من هاي المعلومات ولا تنسوا زي ما بوصيكم دايما وبوصي نفسي الاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والاكثار من الاستغفار والاكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته